أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه من المتوقع صدور نتائج التحقيق في الغارة المميت على قافلة الإغاثة في غزة في الأسبوع المقبلة يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلية يواف جالانت قلال اتصال هاتفي أن حدثة قتل عمال الإغاثة بغزة تعزز المخاوف بشأن اكتياح رفح الفلسطينية في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن سيتحدث هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وأوضح المسؤول الأمريكي أنه من المرجح أن يطرح بايدن الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعملين في المساعدات الإنسانية وزيادة شحنات المواد الغذائية إلى القطع